أنا دلوقتي لما حضرتك تقول لي أني فيه سبع مواقع إسرائيلية موجهة ضد مصر وحضرتك تقول لي دول مش سبعة دول ألفات أنا في كل الأحوال حسأل سؤال أجهزة الدولة المصرية مش عارفة ده أكيد عارفة أعرف أي فان تتعامل مع الحاجات دي إزاي بص حضرتك تعالي ناخد الموضوع كده وهل تكنولوجيا وعلميا أقدر كل ما لقي موقع موجهة ضد مصر أعمل له شوت داون لا إحنا لا نعمل بذلك بص حضرتك فكرة الموقع إيه أو حجبه عن مصر على استخدام مصر ممكن يتم حجبه بس حضرتك الحجب في لول خالجية حجبة فيبر بص حضرتك الحجب ما فيش حاجة اسمها 100% في مجال التكنولوجيا وأمن المعلومات فيش حاجة اسمها سيكيروتي 100% فيش حاجة اسمها حجب 100% خلاص اللي بيحصل كالقاتي وما فيش حاجة اسمها شوت داون شوت دا للحاجة اللي حريك تملكيها في إيديكي أو إن حضرتك مقوماها من عندك من الدولة تقدري تبطلي تشغيلها لا لا بس في صفحاتي بشواندر أنا في صفحة إخوانية حجبها في صفحة إخوانية مش غلقها كانت دايما حتى بتكتب علينا أخبار كلها يا فندم عارف اللي حريك تكلم عليها حجبها وغلقها بتدخل عليها من فترة اتقال لي سوري the page cannot be found يا فندم تمام تمام حجز الصفحة إنها ما تفتحش من الدولة المصرية صح صح لكن هي مفتوحة لو حضرتك استخدمت الأدوات اللي بتعدي الغلق أو من دولة أخرى هي موجودة ففرق بأن أنا أقفل الخدمة وفرق بأن أنا أعطل الخدمة أنها توصل لك تمام يعني النهاردة حريك لما بتحافظي على ابنك في البيت من إن حد يدايقه أو إن لما يخرج يروح النادي أو المدرسة حريك ما ما نعطيش الشر من الدولة المصرية ما ما نعطيش الحرمية بس حريك بتحمي ابنك من إن حد يوصله من الناس دي ده الفرق ما بين الحجب والمنع طيب المواقع دي أصلا بتنشأ إزاي إزاي بقى 80% إن ما كانش أكتر من كده نسبة المواقع بيتم إنشأها من خلال إنترنت بكريدت كارد وحريك تخشي تطلبي المواقع اللي أنت عايزا وتعمليه ويبقى .com.org.net أي حاجة وده مش تحت سيطرة الدولة المصرية اللي تحت سيطرة الدولة المصرية تحت سيطرة أي دولة في العالم لا أمريكا عندها سيطرة على المواقع دي يا فندم طبعا لأن أصلا الشركات المقدمة للدومينز أو المواقع دي في الأساس خالص المرجع الرئيسي بتاعها أمريكا الدوت في حاجة اسمها الدوت الدوت دوت كوم دوت أورج لا المقصود بعد الدوت كوم في دوت تانية بس أنا مش عايز أخلش في نواحي فنية بس الدومين أيوة الشركة الأم أو المكان هنقول مجازا في التعبير أنا مش بقول ألفاز فنية علشان الناس تفهم الراعي الرسمي للموضوع ده أيوة الدوت الدوت دي هي مكان محصن مؤمن في أمريكا هو المسؤول عن الانترنت في العالم بيوزع بعد كده مجموعة دومينز أو مواقع لكل دولة حسب الانتداد بتاعها لكن لو احنا بنتكلم على دوت إي جي ده من مصر آه دوت إي جي وبيتم بورق رسمي أو دوت كوم دوت إي جي أو دوت إي جي بس أو دوت كوم أو جوف أي حاجة دوت جوف دوت جوف برضو آه دوت إي دي يو في حاجات كده معينة دوت كوم دوت كوم دوت جوفرمنتل بورق رسمي وأنا شخصا كوليد علشان أقدر أخذ ويب سايت دوت كوم دوت إي جي قدمت ورق وموافقات وخط من السرا أو حاجات كده بتتعامل حال فالنأبقول له حريك ده ده اللي فيه سيطرة كاملة إنه أنا أقدر النهاردة موقع حضرتك في مشكلة هبعت الإضارة المختصة لأنشاءة الدومين ده اللي هي المجلس على الجامعات في أجلب الأحيان وقفوا الموقع بتاع فولند بيبس أفكار معادية للدولة وبتأثر على الدولة لكن لو دوت كوم من برى مصر أنا هعمل في إيه فالموقع ديما تبقى شدت كوم تأيجيه تبقى من برى مصر طيب أنا خدت الموقع وعملت عليه اللي أنا عايزه أنا كدولة مصرية في إيه أعمله في إيه أن أنا أوعي الناس في إيه أن أنا أحجب الموقع وليس ما نعوه هحجب الموقع ده للناس العادية اللي زي حضرتك الناس اللي بتتعامل مع التكنولوجيا لمجرد أنها بتأدي بها وظائف معينة تخلص بها مهام وظيفة لكن الشاطرين والهاكرز سيبكم من الهاكرز بقى أما الجيل الصغير من أول سن مثلا هنقول رابعة وخمسة بتدائي فالناس دي عارفة كويس قوي إزاي تعدي العوائق وتقدر توصل للحاجات دي لأن أنا شفت أطفال فقولة وتانية عدادي بيخشوا على الديب والدارك انترنت اللي هي النت المظلم دي حتة كده كل اللي عليها حاجات غير مشروعة تجارة أعضاء تجارة مخدرات استئجار قتلة أي حاجة حركة تتخيليها يعني مش كويسة موجودة في الأماكن دي لمجرد حب استطلاع مش لمجرد أنهم بيشاركوا يعني محب استطلاع طب الحاجات دي طالما الحاجات الغير مشروعة دموية دي طالما موجودة على الانترنت الحكومات من بتجيلها الانترنت مش العادية مش الانترنت بتاعت أنا مش عايز أتوى حضرتك في التفاصيل لا لا مش تواهان الحكومات الحكومات ما تقدرش تتابع الناس يعني الطفل اللي في ربع بتدائب يعرف يدخل والحكومات لأ الدارك انترنت ما أقدرش أتتبع فيها شخص غير بالنسبة 14% ممكن تسؤال أنا عايزة أحارب تجارة الأعداء أو أعضاء هو مش معلش خليك معي عايزة أحارب أو كافح تجارة الأعداء تجارة غير مشروعة تجارة غير مشروعة تمام خلاص أدخل على الديب انترنت دي يعني أدخل عن طريق الديب انترنت دي أعمل نفسي مش هنتكلم عليه قوي خلينا نتكلم في الدارك اللي هي خالصة أعمل نفسي إن أنا حبيع واشتري تمام حلو جميل فيه contact person ممتاز حوصل له مع حضرتك أجيبه بقى أقبض عليه فيش الكلام ليه بقى بصي حضرتك الانترنت دي بتعتمد على فكرة اللاها مركزية وبتعتمد على فكرة إن لا تعرف الفلوس طلعت من فين ولا راحت فين ملاش تقصد بتتبع خالص بصي هل تسمعين عن البيتكوين؟ البيتكوين؟ بيتكوين لا طيب دي عملة تخيلية ما فيش ورقة مطبوعة زي الجنيه والدولار اسمها بيتكوين هيعمله الكلام ده يمكن قريب بس المهم دي عملة وبتخش برصة وبيتم تدول عليها وسعرها متغير زي الدولار كل يوم العملة دي اتعملت بفكرة إن حضرتك تحولي فلوس من عندك من X ال Y بدون ما يعرف الفلوس جات منين ولا X يعرف الفلوس راحت فين ولا حد في النص يقدر يتتبع مجرى الفلوس دي راحت فين وبتستخدم في أغلب الظن في غسيل أموال وفي تجارات غير مشروعة فدي الطريقة اللي بيتم تحويل بها الأموال طيب طريقة بقى إن هو بيطلب منه حاجة غير مشروعة بتوصله إزاي عايز مخدرات والفلوس بتروح إزاي ليها طرق برضو اللي يمكن تتبعها الحالات القليلة اللي لا تتعدى 14 ل 15% اللي بيتم مراحقة الناس اللي عاملة كده إن بعض الحكومات عملت حاجة جميلة جدا فكرة الدارك إنترنت دي بتعتمد على إن حريك بتخشي من باب تطلع من باب تخشي من باب تطلع من باب فلا يمكن تتبع فين أول باب جيتي منه فهم عملوا إيه في سيرفرز أو أجهزة خوادم حريك في مصر واتخشي على الإنترنت المظلم ما بتخشيش مباشرة عليها بتخشي على أكتر من دولة لأكتر من سيرفر وفي الآخر خلص تروح للمكان اللي انت عايزاه وتشتغلي عليه تواهي بالزبط كده بفقد حضرتك الاتجاهات أو الشخص اللي بيتتبعك هيفقد الاتجاهات وعدتوهي منه مش عارف اتجاه من أصل صحيح فالحكومات عملت إيه حطت في وسط السيرفرات دي سيرفرات تتبعها لحيث إن لو حريك صادف إنك عديت من المكان ده بالغلط هتقدر تتبع انت جايا منين ورايح فين وده نسبة لتتعدى 14% بس ده آخر حدودها السيرفر ده اللي أنا زرعته في المصر لأ هعرف انت جايا من وراح فين بس ده لو حصادف إنك دخلت بالغلط عليه وده لا نسبة لها تتعدى 14% لكن مش كل اللي بيستخدمه بصحارك أصلية فكرة الانترنت المظلم بتعتمد على فالنتير المتطوعين المتطوعين دول عامين سيرفرات على مستوى العالم ببلاش وحضرتك تخش سي مثلا صحفي عايز ينزل خبر عايز يعمل موضوع ومش عايز يظهر في الصورة بيخش على الانترنت المظلم ده يرفع الخبر فالموقع ما يبينش هو دخل منين ولا آي بيه وإيه ولا حد يعرف مين فين رايح فين لكن لو صادف إنه هو دخل على الموقع ده عدى من خلال السيرفر التابعين لإحدى الحكومات إحنا في مصر لسا ما عندناش القصة دي بس هي موجودة في أمريكا عامين أكتر من سيرفر تابع الـ FBI وطبع الكلام ده لو صادف إنك دخلت على واحد منهم وإنتي راحة المكان اللي إنتي رايحة هعرف أنت مين وجاية منين وراحة فين ودي نسبة ضئيلة بقول لها حريك سلطة وده يساعدني كدورة لو أنا طلعت لا سمح الله عندي معلومة تهز تهز الأمن القومي كارثة مثلا وإشاعة تمام أو إشاعة أو أي أنكين ده سكي الآخر الانترنت المظلم ده ده حاجة تانية خالص في التجارة غير مشروعة آه يعني التجارة غير مشروعة لازم يكون الحاجات أنت حدتها لا بالزبط حاجات قوية آه كذا كذا يعني طاليق بـ FBI وطاليق بالنس ينتخش فيها تدخل مش عشان بوست مش بوست لو حاجة حرب آه يا فندم آه طبعا آه طبعا آه طبعا يتم التتبع يتم التتبع بس نقول لحريك نسبة إن نجاح 14% 15% إن هم يتموا لحقة الناس اللي في الإنترنت المظلم ده يرجعنا لحقة إيه إن الإنترنت مش مكان واحد فإن أنا أمنع ده شبه مستحيل إن أنا أمنع ما في المية تمام فالحل البديل إيه الوعي وعي المواطن نرجع تاني والثقافة خلاص وفي نفس الوقت الاستخدام الآمن للتكنولوجيا حرفت بعرفة أنت بتدوسي على إيه واخترته إيه وعواقبه إيه لأن فيه ناس مش متخيلة آه يا فندم إن اللي هي بتعمله ده يعمل مصيبة موضوع آه طبعا مصيبة دولة مش مصيبة فرد ولا أسرة مصيبة دولة لما النهار ده حضرتك يتعدل في بوست قديم ويتقال ده هيحصل والناس يشوفوا إنه حصل يبقى أنا لما أقول هيتضرب المكان الفلاني بسروح أصدق يبقى أصدق يبقى لما أجأ أقول إن فلان الفلاني ده ما بيشوفش شغله والجهة الفلانية ده مقصرة والجهة الفلانية ده متأمرة وأيا كان الكلام اللي هقوله بصي حضرتك أنا أميل جدا لفكرة إن الحساب ده حساب مش هدفه لا لايك ولا شير الحساب ده هدفه توجيه وتغيير قناعات الناس إن فيه تقصير من مكان ما إن فيه حاجات هم عايزين يقولوها لسه جاية دي كلها حروب بصي حضرتك هم مشاطرين جدا الناس المعادية للدولة في الشغل التكنولوجي وأسرع مننا لأن كمان عندهم الفلوس أكتر بكتير فيقدر يشتري أجهزة متطورة يقدر يستخدم تكنولوجيا حديثة جدا ويستخدم بها أسليب شوية صعبة علينا عشان إحنا بنقوم البلد حارك قلت كلمة في منتهى 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 خطورة لأن ممكن قوي حد يقولك خلاص يعني سيبوها البنت لو هي بنت فقرا يعني لو ده مش حساب مزيف أو حساب مزيف يعني خلاص ده قوست على فيسبوك إيه يعني واحدة قالت حيحصل يوم الجمعة الجاية حادثة في المكان الفلاني وحصل بالتفاصيل اللي هي كتبتها هدي يسيبوها لكن لا أبعاد الموضوع زي ما شرحها بشمانس وليد في منتهى الخطورة ده معناه أنه هما ممكن يصربوا أي معلومة بعد كده يقولك إيه الحق في كذا حيحصل حسدق لا صمح الله بقى أمن قومي بقى البلد كلها تشير حارك لما تقول لي خبر مرة واثنين ويطلع سليم أي حاجة تقول لي بعد كده هسدق هو ده بقى التلاعب والهندسة الاجتماعية اللي بتكلم حارك عليهم